اشتركوا في القناة استلزمت تغييرات في أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة الحضور الكريم في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات والتي تنعقد هذا العام تحت شعار استشراف حكومات المستقبل بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم والتفكير الملهم في آليات مواجهة تلك التحديات ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل فحكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوات لأدوار التقليدية للحكومات وعلى رأسها الإنعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة والتي أدت إلى موجات تضخم تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة وتراجع ملموس لوثيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستواتها التاريخية المسجلة خلال الفترة ما بين 2000 و2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تجديد السياسات المالية فيما ينتج عن تصاعد التوترات الجيوسياسية تراجع مستويات التعاون الدولي وانحصار موجات العالمة في العديد من المجالات وتشتيت وتجزء الاقتصاد العالمي قدرت كلفتها بما قد يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي العالمي ولقد كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة والتي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل وضغوطات على عملاتها المحلية وتراجع عائدتها من النقد الأجنبي كما أثرت على قدرة تلك البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف والتي قدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريليون دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة بحسب تقديرات الأمم المتحدة علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تصارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25 إلى 40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الزكاء الصناعي الحضور الكريم في ظل هذه التحديات غير المسبوقة حرصت الدولة المصرية وبدعم من قيادتها السياسية الرشيدة على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابق الإشارة إليها كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصطاحات الهيكلية الداعمة لنمو التشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص تلك الجهود التي تووجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري والذي أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرة في مواجهة تلك الأزمات ليصنف من بين عدد قليل من الدول التي شهدت زيادة ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء وسجل معدلات نمو بلغت في المتوسط أربعة وثلاثة من عشرة في المائة خلال الفترة ما بين عشرين عشرين إلى عشرين ثلاثة وعشرين ولم تخفل الدولة المصرية في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين وهو معكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر عشرين ثلاثين وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية التي تأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة مجتمعات قروية مستدامة والتي تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصتها الدولية من بين أفضل الممارسات الدولية المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة علاوة على ريادة الدولة المصرية عالميا لتوطين النهج المكاني لأهداف التنمية المستدامة من خلال تلك المبادرة التي تحقق سبعة أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة الحضور الكريم وفي سياق تطلعنا إلى المستقبل عملت الحكومة المصرية على سياغة أولوياتها وتوجهاتها المستراتيجية خلال الفترة ما بين 20-24 إلى 20-30 والتي تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50% والتركيز على وطيرة نمو اقتصادي داعم للتشغيل لتوفير ما يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة كما تضع الدولة المصرية نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية مما تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة ومن بايدها على سبيل المثال تقدم مصر قياسيا في عام 2023 لتصل إلى حوالي 9 مليار دولار خلال ذلك العام بارتفاع أكثر من 85% بالمقارنة بعام 2014 كما تسعى الدولة المصرية إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030 من خلال مواصلة العديد من التدابير التي يتم تبنيها مؤخرا لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الإراضي الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص والبدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتسهد في مصر وفي سياق استراتيجية الزكاء الصناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة ولا يفوتني في هذا السياق أيضا لإشارة إلى صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات والتأكيدات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع حيث تصارعت وطيرة نمو هذا القطاع اللي يسجل أعلى وطيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت حوالي 28% خلال العام المالي 2022-2023 وشهد الربع الرابع من عام 2023 إقبالاً كبيراً من حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتقدر وفي خضم كافة هذه التطورات لم يغفل الاقتصاد المصري أهمية تسريع وتيرة التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر ففي سياق حرص مصر على الوفاء بالتزامتها في إطار مواجهة تغيرات المناخ أطلقت مصر في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر لعام 2050 والتي تركز على التقليل من الإنبعاثات من جهة والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة من جهة أخرى بما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة 324 مليار دولار لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتسعى الحكومة المصرية في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى رفع مساهمات القدرة المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% عام 2030 من خلال تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في هذا القطاع وتركز جهودها في المرحلة الحالية على تنفيذ استراتيجية الهايدروجين الأخضر بما يمكن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهايدروجين الأخضر بحلول عام 2026 ومركز عالمي لإنتاجه بحلول عام 2030 وتولي الحكومة المصرية أهمية خاصة لتمويل الاستثمارات الخضراء حيث تستهدف مصر رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 2024-2025 إلى نحو 50% موجهة بالأساس للإنفاق على مشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتسهم في الحد من الإنبعاثات الكربونية مما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري وبما يتمتع به من سوق ضخم سوق ضخمة وإمكانيات واعدة وموارد باشرية متفردة وقطاعات متنوعة يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخرا لدعم القطاع الخاص بلغ عددها أكثر من 144 إصلاحا فقط في خلال الفترة ما بين مايو 22 إلى سبتمبر 23 ونستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لأفاق أرحب في المستقبلين بإذن الله الحضور الكريم في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أصحاب المعالي رؤساء الوفود والحكومات المشاركة في القمة وإلى جميع الحضور كافة آملا في النجاح آملا لكم جميعا كل النجاح والتوفيق لأعمال القمة التي باتت بحق منارة ملهمة لكافة حكومات العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر